السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم معلمة غيداء المصري من مدرسة زهرة الأشرفية الخاصة حصلنا اليوم مع الصف الثامن ومادة أجورافية زي ما حكينا وعندنا يا ثامن الدرس الثاني وهو وظائف المدن وحدتنا الثانية تتحدث عن التحضر حكينا بالدرس الأول عن نشأة المدينة وتطورها والآن بدنا نتحدث عن وظائف المدن وهو الدرس الثاني بداية أول وظيفة للمدينة هي السكن إذن يعد السكن هو الوظيفة الأساسية والرئيسية للمدن طبعا المدن هي دائما في حالة نمو واتساع بسبب تطور الوظائف تجارة صناعة صياحة هاي الوظائف عمالها تتطور وعم تكبر وبتكبر معها المدن وبتنمو المدن معها طبعا هاي الوظيفة هي أسرع في نموها وتوسوها اللي هي وظيفة السكن ليش وظيفة السكن أسرع في نموها بسبب عامل النمو السكاني وعامل الهجرة إذن برجع بعيد يا ثامن إنه في عنا وظائف للمدن وظيفة السكن وظيفة الصناعة والسياحة والتجار وهم في حالة دائما نمو والمدينة بتنمو معهم لكن السكن هي الوظيفة الرئيسية واللي هي دائما في حالة ووظيفة اللي دائما أسرع في نموها وتوسوها وذلك بسبب عامل النمو السكاني الناتج عن الزيادة الطبيعية لسكان المدن يعني زياد عدد السكان بسبب الزيادة الطبيعية اللي هي الولادة الطبيعية عندي بيكون فيه ارتفاع في نسبة المواليد وانخفاض في نسبة الوفيات اتنين هاي العملية بتسميها زيادة طبيعية أما الثانية اللي هي عامل الهجرة الهجرة اللي هو انتقال السكان من مكان إلى آخر انتقال الفرد من مكان إلى آخر عنا نوعين للهجرة الداخلية بتكون داخل الدولة نفسها بين محافظات الدولة يعني مثلا عندي في الأردن بنتقل مثلا من محافظة الطفيلة إلى محافظة عمان بيستقر وبشتغل فهاي احنا نحكي عنها هجرة داخلية أما هجرة خارجية لانتقال من دولة إلى دولة أخرى خارج حدود الدولة الواحدة الوظائف الأخرى عندي بداية الوظيفة التجارية الوظيفة التجارية إذن حكينا الوظيفة الرئيسية هي وظيفة السكن وعندي وظائف أخرى أول وظيفة نحكي عنها الوظيفة التجارية وهي تتمتع فيها المدن بالنشاط التجاري بسبب أنه نشاط تجاري بدي يكون فيه عندي أسباب حتى أنه يكون فيه نشاط تجاري مثلا حكينا بالتاريخ وعوامل مثلا ازدهار التجارة أول شيء موقعها الجغرافي لذلك تكون على طرق مواصلات رئيسية عشان يتم عملية تناقل وتبادل تجاري أو من خلال موقعها البحري الموقع البحري بينشر عندي الموانئ اللي هي مكان السفن ما بترسل السفن وهون بتميز عندي بعلاقات تجارية مع الدول الأخرى مثال عندي من الأردن مدينة العقبة مدينة العقبة اللي هي بتعد المنفذ البحري الوحيد للأردن وهي منفذ بحري على البحر الأحمر البحري المقصود به البحر الأحمر إذن العقبة منفذ على البحر الأحمر اللي هو منطقة البحر الأحمر اللي هي بتقوم بنشاط تجاري كبير منها من ضمنها العقبة من خلال استيراد وتصدير ونقل الركاب بين مختلف دول العربية ودول العالم إذا عندي مدينة العقبة مثال على الوظيفة التجارية بسبب موقعها على البحر الأحمر واللي هو موقع مواصلات بالإضافة إلى موقعها الجغرافي بتقوم في عمليات استيراد وتصدير ونقل للركاب الوظيفة الأخرى الثانية اللي هي الوظيفة السياسية والإدارية السياسية والإدارية هي بتجمع مظاهر الحياة السياسية ودائماً بتكون هذه الوظيفة في العاصمة في عاصمة الدولة طبعاً عاصمة الدولة وإحنا بنعرف عاصمة دولتنا هي الأردن هي عمان طبعاً عمان عنا بتضم مقر الحاكم يعني مكان سكني الحاكم وبتضم عندي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية اللي هم السلطات الثلاثة الرئيسية في الحكم عندي في المملكة الأردنية الهاشمية ننتقل للوظيفة الثالثة وهي الوظيفة السياحية طبعاً وظيفة المدينة السياحية أنه يكون فيها مقاومات سياحية حتى نحكي هاي في عندها وظيفة سياحية يعني يكون متوفر فيها أماكن طبيعية أماكن تاريخية أثرية ترفيه مسارح حضائق منتزهات متاحف وعندي مثال عليها مدينة جرش السياحية عندي مدينة البتراء عندي مثلاً واحة الأزرق قلعة عجلون إذن هاي أهم الوظائف أو الأماكن السياحية عندي في عمان في الأردن وإذن الوظيفة السياحية أنه يكون فيها متوفر مقاومات السياحة اللي ذكرناها حالاً ننتقل لآخر وظيفتين الوظيفة الرابعة اللي هي الوظيفة الصناعية واللي هي يكون فيه عندي نشاط صناعي في هذه المدينة بتتوفر فيها الكثير من المصانع مما يشجع على استقرار السكان إذن السكان بيستقرروا حتى أنهم يلاقوا هاي الوظيفة كمان إنه بتوفر عندي خدمات وبنية تحتية ومواصلات وكهرباء إذن هاي الوظيفة الصناعية ننتقل للوظيفة الدينية اللي هو وجود الأماكن الدينية في بعض المدن إذن إذا في مدينة هاي فيها أماكن دينية فإلها وظيفة دينية هل عندي مثلا من مكة المكرمة المدينة المنورة لقدس الشريف بيت لحم حيث ولد سيدنا المسيح ومادبة مثلا اللي فيها جبل نبو إذن هاي أماكن مالها أماكن دينية كلها بيروح لإلها الإنسان حتى أنه مثلا مكة المكرمة يتعبد ويزور قبل الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة إذن هاي عندي أماكن دينية عندي في مادبة في جبل نبو وهو مكان ديني لأخواننا المسيحيين طبعا يا ستامن كمان في عندي من الأماكن الدينية اللي هي زيارة أدرحة الصحابة اللي هي موجودة عندي في جنوب الأردنة وفي منطقة الأغور بهيك بيكون انتهى درسنا للوظائف إذن عندي عندي الوظيفة الأولى والأساسية وظيفة السكن عندي وظيفة تجارية ووظيفة سياسية إدارية ووظيفة سياحية ووظيفة صناعية ووظيفة دينية وهاي هو درسنا لليوم يا ثامن نتابع مع بعض حفظ التلخيص وشرح الدروس وإن شاء الله بحدد واجب على اليقروب يعطيكم العافية اشتركوا في القناة